نقطة تانية مبارح جزالدو فريرة قال تصريحات كتير من الناس شافوها انها تصريحات في غير محلها أبرزها طبعاً التصريح الشاير اللي هو بيقول ان الجولة التانية بالنسبة لي ما بتحسبش الجولة التانية اللي جابهوا الاهل في السوق ما تحسبش عشان يعني كنت بدافع باتنين لعيبة بس وكنت بهاجم في الوقت ده تصوري الشخصي تصوري الشخصي احنا عندنا حاجة من الاتنين ترجمة مش دقيقة او نحة تانية يعني انه هو عايز يقول انه الهدف التاني مش هو يعني مش هيجي يعني ما قدرش يقول انه هو من اخطاء تكتكاية وفنية في الملب احنا خلاص كنا في اخر الدقائق فمنحاول انه هاجم فالهدف التاني انا بعتبره بالنسبة لي مش محسوب يعني ما قدرش حسب به لعيبتي ده تصوري او تحليلي للي قاله ليه انا اتحدث عن رجل عاقل ورجل مدرب كبير واسم كبير وبالتاني هو مش هيطلب مسلا الهدف التاني ده يلغى اكيد يعني هو فاهم انه مش هيلغى فهو بيتكلم معنويا انه الهدف التاني احنا كنا كده كده بنهاجم وناخد الرزق ولو كان قالي التاني والتالت ورابع اللي ما جون في اخر الدقائق خلاص يعني هو كان عايز يقول ان انا خسرت المطش كده كده هدف زي اتنين فالتاني ده بتحسبش بالنسبة تاني انا هنا المقصود شدي مبرر لشي بضل برد على تصريحه هو في الظاهره تصريح غير منطقي وغير مفهوم بس لما انحلل التصريح بدأ الحفلات والقصة والحواديد والكلام ده كله وبالنسبة جوسفالدو فريرة بارح بعض الناس بدأوا يكتبوا مش بعض كل من الناس يكتبوا ويقولوا على فكرة جوسفالدو فريرة مدرب عنيد مدرب مش معندوش مرونة تكتكاية وفنية جوسفالدو فريرة مش من المدربين اللي هيبقوا يعني هيعرفوا يتعاملوا مع العناصر الجديدة في الزمالك بدأوا يبصوا على أماكن سلبية للراجل ده كلام مش مظبوط اصطلتو فريرة واحد من المدربين الكبار في الكرة المصرية واحد من المدربين الكبار جدا ولازم نتعلم كلنا نتعلم أنا وحضرتك كلنا انه خسارة مباراة هي خسارة مباراة مباراة كلر تفوق طولاً وعرضاً على جوسفالدو فريرة تفوق مارسل كلر تفوق تماماً على جوسفالدو فريرة دي مباراة مباراة تفوق فيها كلر على جوسفالدو فريرة هل مثلاً لو بيب جورديولا تفوق مباراة على بيب جورديولا فهو بالتالي أفضل من بيب جورديولا في المطلق هل مثلا لو جمنا مدرب مش كبير مثلا تفوق على زين الدين زدان لما كان موجود في الناس دي في الدور الإزمالي فأصبح هو أحسن من زين الدين زدان مارسي الكولر مدرب كبير جزالد فريرة مدرب كبير وله بصمات ناجحة جدا مع نادي الزمالك وأخشى ما أخشاه أنه يحصل له تعصر في الدور يحصل أي نتائج سلبية ويبدأ ينقلب الحال على جزالد فريرة أي مدرب في العالم في العالم عنده مرحلة من النشوة والانتصارات والبيك بتاع مستوى وأحيانا بيهبط مستوى ده بيحصل مع بيب جواردي ولو مع يورجان كولوب يورجان كولوب عايش مأساة مع ليفربول دلوقتي في الدور الإنجيزي والنهاردة خسر مباراة بطريقة دراماتيكية قدام ليدزيونيتد هل يورجان كولوب مثلا كده بقى مدرب فاشل هل مثلا جوزي مورينيو مدرب مش تاريخي واحد من أهم المدربين في التاريخ عشان مسيرته في السنوات الأخيرة مش جيدة مباراة جماعة مباراة حتى لو بطولة مباراة ده جزوال دو فرير لا كنت عايزة تديله حق